أهلا بكم من جديد مشاهدنا مع اقتراب موعد الانتخابات التركية المزمع عقدها في مايو أيار المقبل لم تعلن المعارضة التركية حتى الآن عن اسم مرشحها الخاص الذي سيواجه الرئيس رجل طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة يأتي هذا في وقت كشفت المعارضة عن برنامجها الانتخابي بعد سلسلة اجتماعات باتت تعرف بالطاولة السوداسية وتضم أكبر الأحزاب المعارضة تحت مسمى تحالف الأمة من بين تلك الأحزاب يبرز حزب الشعب الجمهوري بوصفه أكبرها وأثقالها وزنا يرأس كمارك الاجدار أغلو المعروف بتوجهاته القومية واليسارية ومعارضته لسياسات حزب العدل والتنمية ويعد من أبرز الأسماء المرشحة لخوض انتخابات الرئاسة وهو معروف بدفاعه الشارس عن القيم العلمانية وإرث الزعيم التركي مصطفى كمار أتاترك أما حزب الديمقراطية والتقدم بقيادة علي بابجان فيظهر كأحد أهم القوى المعارضة ذات التوجه لبيرال المحافظ وهو حزب سياسي تلف فيه مجموعة من المنشقين عن العدل والتنمية وتضم الطاولة السوداسية أيضا حزب الجيد الذي تقوده ميرال أكشنار ذات الميول القومية إذ تعود خلفيتها إلى الحركة القومية التركية قبل أن تنشق عنها في 2017 من بين الأحزاب المنضوية أيضا تحت تحالف الأمة يأتي حزب السعادة ذو التوجهات الإسلامية ويرأسه تمال كرم الله أغلو المعروف بانتقاده الشديد لحكومة الرئيس أردوغان وحزب العدل والتنمية ويأتي حزب المستقبل الذي أنشأه وزير الخارجية السابق أحمد داود أغلو في طالعة الأحزاب المناهضة لتوجهات أردوغان في تحول النظام التركي إلى نظام رئاسي لذا يعد من أكثر المدافعين باتجاه خطط المعارضة إلى إعادة العمل بالنظام البرلماني المعزز كما يسمى أما أصغر الأحزاب الستة المنضوية تحت تحالف الأمة فهو حزب الديمقراطي بقيادة جولتكين أوي صال لعلى الانطباع الأول الذي يمكن أن يخرج به المتابع لهذه التشكيلة من الأحزاب أنها مجموعة غير متجانسة من حيث التوجهات الفكرية والأيديولوجية وهنا يكمن السؤال لشأن صمودها لمواجهة التحالف الجمهوري بقيادة الرئيس أردوغان سنناقش وضع المعارضة التركية بعد التقرير المعارضة التركية تكشف عن برنامجها الانتخابي وتعلن وثيقة السياسات المشتركة بينما تؤجل الإعلان عن مرشحها الرئاسي إلى فبراير المقبل هذا ما أسفرت عنه الطاولة السداسية التي تضم أحزاب تحالف الأمة المعارضة خرج البرنامج على شكل مذكرة من تسعة بنود رئيسية تتناول مجمل المسائل المتعلقة بولاية الرئيس وصلاحياته واستعرضت قضايا النظام القضائي ومكافحة الفساد وبالتأكيد سيكون الاقتصاد ووضع النقد التركي على قائمة البرنامج الانتخابي للمعارضة التركية تبدو المذكرة منسجمة مع المنطلقات التي وحدت المعارضة لخوض الانتخابات الرئاسية بمقابل التحالف الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان لكن المعارضة التركية على موعد مع التفاصيل بشأن الانتخابات البرلمانية وتحديد القوائم المشتركة لخوض هذا الاستحقاق الانتخابي تعد المعارضة نفسها بتغيير النظام التركي وأنها تتحضر لإقرار دستور جديد ينقل تركيا إلى النظام البرلماني المعزز إنما يرى مراقبون أن المعارضة تدخل في الانتخابات وفق قواعد اللعبة الديمقراطية التي يحددها الدستور الحالي وهي تبني جميع سيناريوهات توزيع المناصب والحقائب الوزارية في حال الفوز على أساس التركيبة القائمة للنظام السياسي ولعل التباين الايديولوجي ومنطلقات كل حزب من أحزاب تحالف الأمة سيشكل التحدي الأكبر لاستمرار الوفاق والمضي قدماً بتطبيق خريطة الطريق فالتشكيلة تحالف الأمة تتراوح بين اليسار القومي العلماني واليمين المحافظ فهل يكون هذا التحالف غير المتجانس قادراً على الصمود من داخله أم ستتغلب المصالح الحزبية على عوامل الائتلاف التي جمعت هذه الأحزاب؟ لعل جواب هذا السؤال سيبقى رهناً بنتائج الانتخابات التي ستحدد اتجاهات السياسة التركية محلياً وخارجياً معنا من إسطنبول هشام جوناي الباحث المختص في الشأن السياسي التركي سيد جوناي ما الذي يمنع المعارضة التركية ممثلة بالطاولة السوداسية من الاتفاق على مرشح رئاسي واحد في مواجهة الرئيس أردوغان حتى الآن؟ هناك طبعاً خلافات أيديولوجية بين الأحزاب التي تجتمع وتسمي نفسها الطاولة السوداسية أو التحالف الشعب يعني واحد منهم يساري، الآخر قومي أيضاً هناك أحزاب إسلامية وأيضاً منها أحزاب لبرالية فأصلاً تجمعهم على طاولة واحدة يعني يعتبر أصلاً معجزة بالنسبة لما نشهده، يعني التماسك هذه الجبهة ضد حزب العدالة والتنمية المتحالف مع حزب الحركة القومية حتى الآن ربما يعتبر نجاح وتحديد طبعاً المرشح المشترك يعني يأتي في سياق متأزم حقيقة لأنه واضح جداً بأن كمال كليشترولو رئيس حزب الشعب الجمهوري يريد ترشيح نفسه بما أنه هو رئيس الحزب الأكبر بين هذه الأحزاب إلا أن ما زالت بعض الأحزاب غير مقتنعة بأنه يعني يستطيع أن يجابه الرئيس المخضرم أردوغان والذي يحكم تركيا حقيقة منذ عشرين سنة ويعني لا يريدون أن يغامروا بهذا الاسم سيد جناي عفواً حقيقة الوقت بات ضيقاً الوقت سنصل إلى ذلك بعد قرير لكن يبدو ليس فقط أحزاب الطاولة السوداسية أو بعضها على الأقل يعارض ترشيح السيد كمال كليشترولو لنفسه هناك تيارات داخل الحزب الشعب الجمهوري ربما تعرف هناك من يريد ترشيح رئيس بلدية إسطنبول أو حتى رئيس بلدية أنقرة إذن المشكلة أولاً داخل حزب الشعب الجمهوري نفسه هناك خلافات داخلية في حزب الشعب الجمهوري ولكن واضح بأن كمال كليشترولو لن يتراجع عن نيته بالترشح وأظن بأنه سيخرج كاسم مشترك للطاولة السوداسية في الاجتماع المقبل لأن سواء كان رئيس بلدية أنقرة منصور يواش الذي أكدت طبعاً الأحزاب اليسارية ومنها طبعاً حزب الشعوب الذي يعتبر له قاعدة شعبية كبيرة من المجتمع الكردي في داخل تركيا أنه لن يصوت لمنصور يواش بما أنه كان له أصول من الحزب القومي وله ميول حقيقة وتوجهات سياسية قومية أكرم إمام أولو حديث العهد في السياسة كان رئيساً لبلدية في ضواحي إسطنبول الآن استلم منصب رئاسة البلدية منذ أربع سنوات نعم له شعبية ولكن أعتقد أن حظوظه ضئيلة جداً في الترشح بالرغم من أن هناك أيضاً من يدافع عن ضرورة ترشيح هذا الاسم وأنه هو القادر الوحيد في وقوف في وجه الرئيس أردغام لأنه شاب وحيوي ويخاطب الشريحة الشباب بكل ثقة ومن هذا المنطلق أعتقد أن هذه التيارات داخل الجهب تؤيده ولكن بنهاية المطاف أظن أن كمال كليشترول لن يتراجع عن قراره في الترشح طيب هل سيستطيع على فرض أن الطاولة السوداسية اتفقت على ترشيح سيد كمال كليشترول في مواجهة الرئيس أردغام هل سيتمكن من هزيمته فعلاً؟ يعني كمال كليشترول لو أتينا بالمنطق وبالحسابات يعني قادر أن يحصل على دعم حزب الشعوب الذي مثل ما قلنا يتمتع بتأييد الأكراد والأكراد هم الذين حقيقة سيحسمون نتيجة الانتخابات يعني الآن تقريباً ممكن أن نقول وفقاً لاستطلاعات الرأي أصوات المعارضة وأصوات الحكومة أو تحالف الشعب وتحالف الجمهور متساوية من سيحسم الانتخابات ونتيجة الانتخابات هم الأكراد الذين يعني تصل نسبة أصواتهم ما بين العشر بالمئة إلى الأحد عشر بالمئة فإذا ترشح كليشترول واضح جداً أن حزب الشعوب لن يرشح اسماً ضده هو ممكن أن هذا يجعله يتفوق ربما على أردوغان ولكن أردوغان حقيقة شخصية معروفة عند المجتمع التركي وأعتقد أنه له حظوظ كبيرة في الفوز بالانتخابات هذا الموضوع أعتقد أنه لا يحتل أحد ماذا عن الاسم الحاضر الغائب هناك من يقترح أن تخرج الطاولة السوداسية بترشيح شخص من خارجها هو الرئيس السابق عبدالله قل لا أظن في الانتخابات الماضية كان حزب الشعب الجمهوري يريد حقيقة أن يرشح اسم عبدالله قل ولكن ميرال أكشنر هي التي رفضت في الانتخاب الماضي ورشحت نفسها فلا أظن بأن عبدالله قل سيكون الشخصية التي سترشحها جبهة المعارضة يعني بعد هذه الساعة وإلا سيكون هناك إحباط كبير لناخبي حزب الشعب الجمهوري بأنهم ليسوا قادرين لإنتاج لترشيح شخص يعني ممكن أن يحل محل أردوغان إلا عبدالله قل الذي أصلا هو صديقه لأردوغان فهذا أصلا موضوع سيحبط ناخب المعارضة وأعتقد بأن عبدالله قل الآن ليس مطروحا ضمن الأسماء الطاولة السوداسية أعلنت قبل أيام برنامج الانتخابي 2300 وعد انتخابي للمواطن التركي من الاقتصاد إلى السياسة إلى الداخلية والخارجية موضوع اللاجئين السرين إلى آخره هل ترى أن هذه الوعود الكثيرة الفائضة تستجيب فعلا لما يريده المواطن التركي اليوم يعني هي تعد بالعودة إلى النظام البرلماني وتقوية المؤسسات ومنها طبعا القضاء والخارجية والإدارات المحلية ففي ظل النظام الرئاسي الذي انتقلت إليه تركيا الرئاسة والمنصب الرئاسي تم تزويده بصلاحيات واسعة وتم إلغاء منصب رئاسة الوزراء أما هذه الجبهة المعارضة تعد المواطن بالعودة إلى النظام السابق نعم يعني ضمن الوعود هناك وعود منطقية في السياسة الداخلية في مكافحة التنظيمات الإرهابية وما تحسين الوضع الاقتصادي ويعني الوعود كثيرة مثل ما تفضلت أكثر من ألفين وعد فلذلك بالنسبة للداخل نعم هناك وعود منطقية وممكن تطبيقها ولكن الفترة يجب أن ينتظر الشارع التركي فترة طويلة لكي تنجز كل هذه الوعود يعني لن يكون هناك تحول بين ليلة وضحاها بعد الانتخابات بيوم أو يومين يجب الانتظار ربما فترة انتخابية كاملة للعودة والصياغة الآلية التي سيتم العودة من خلالها هل سيكون هناك إجراء انتخابات مبكرة هل سيكون هناك إعادة تعديل دشتوري للنظام الإداري التركي نعم كل هذه الأمور حقيقة ما زالت غائبة هناك وعود ولكن لا يوجد تفاصيل حول التطبيق هذه الوعود كيف ستطبق هناك غموض أما بالنسبة للسياسة الخارجية أصلا هذا البيان لا يعد بتغيير السياسات الحالية لتركيا لا سيما في مكافحة تنظيم بيكاكا وموقف تركيا من سوريا وأيضا الاتحاد الأوروبي والوضع الراهم بين تركيا واليونان بسبب جزر في بحر إيجا فكل هذه الملفات نرى بأن المعارضة لا تعد بتغيير بل استمرار السياسة الخارجية على وضعها الحالي لا سيما بالنسبة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى لم يذكر نعم وضعت أهداف ومن ضمنها طبعا هدف أن تركيا ستسير في طريق الاتحاد الأوروبي ولكن لم يوضع تاريخ معين لبداية المفاوضات من جديد وتم الحديث فقط عن تجديد وتحديث اتفاقية الجمرك بين تركيا والاتحاد الأوروبي بالإشارة إلى أن هذا الملف أيضا يعني يحتاج إلى دبلوماسية طويلة الأمد وليست بيد فقط المعارضة بل متعلقة أيضا بموقف الاتحاد الأوروبي منها سيد جوني فقط اشرح لنا لأن الصورة غير واضحة في حال فاز مرشح المعارضة في الانتخابات هل ستحكم هذه المعارضة معا؟ يعني سيكون هناك ستة أحزاب في السلطة تتوزع بينها الحصص والوزارات؟ أم كيف؟ لأن الموضوع غير واضح حتى الآن طيب حتى هم لم يجيبوا على هذه الأسئلة تم طرح هذا السؤال إلى أو على أحمد دوطولو وقال بأن سيكون هناك مجلس رئاسي ويحتاج الرئيس يعني إذا سيقر أي قانون أو أي اتخاذ أي قرار بالعودة إلى الطاولة السوداسية والحصول على ستة تواقع فسأله هذا شيء جديد جدا إذا لم يحصل على هذه التواقع الستة فقال له إن عندها سيحصل أزمة وربما سنتج إلى الانتخابات فهذا التصريح لأحمد دوطولو كان محل نقاش كبير بين المواطنين كيف نسلم البلاد مثلا طاولة السوداسية ممكن أن تود البلاد إلى أزمة جديدة فأعتقد بأن هذه الآلية وهذا الموضوع يحتاج إلى توضيح من قبل الطاولة السوداسية قبل الانتخابات وقبل المرشح إذا ما كان الرئيس سيكون له صلاحية إدارة البلاد أم سيكون هناك تحالف وتقسيم للكراسي مثلما تفضلت الوزارات والإدارات البيروقراطية بين الأحزاب ولكن واضح جدا بأن الحكومة المقبلة إذا طبعا فازوا على أردوغان أو على حزب العدالة والتنمية ستكون حكومة تلافية بين حلفين رئيسيين وهما حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد برئاسة كمالك لشترول وميرال أكشنر فوفقا لهذا التحالف سيتم توزيع الحقائب الوزارية ولكن بالنسبة للأحزاب الأخرى مثل أحزاب صغيرة ليس معروفا بعد الرئيس أردوغان أيضا طرح علي هذا السؤال وقال ساخرا إنهم ستة أحزاب وإنهم سيختلفون فيما بينهم ولن ينتخبهم الشعب التركي يبدو واثقا يعني أعتقد بأن أردوغان طبعا عنده ثقة بالنفس نعم ولكن بنفس الوقت لديه حسابات لذلك الآن هو أيضا يلجأ إلى الأحزاب الصغيرة هدوبر مثلا هذا الحزب الذي لا تتجاوز نسبة الأصوات يعني 0.05% يعني في الأمس التقى برئيس هذا الحزب ودعاه إلى انضمام إلى التحالف الجمهور أيضا في الأمس عندما كان له لقاء مع الصحفيين قال بأن تحالف الجمهور مستعد ل يعني ضم العديد من الأحزاب الجديدة وأن التحالف ليس مغلقا على حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية بل ممكن أن نتحالف مع أحزاب جديدة فنعم هو واثق من نفسه ولكن يعني كل الأمور حقيقة ممكن أن تتغير بلحظة بتركيا وحسب الأرقام أعتقد بأن المعارضة نعم تتمتع بتفوق إذا دعمها طبعا حزب الشعوب الديمقراطي إذا دعم هذه جبهة المعارضة فعندها سيكون يعني وضع العدالة والتنمية وحليفه وحزب الحركة القومية يعني على المحك في الانتخابات المقبلة شكرا جزيلا هشام قناي الباحث المختص في الشأن السياسي التركي